اشتركوا في القناة في قصة لقاء موسى عليه السلام بالخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وعد من موسى لأنه يصبر ولكن موسى عليه السلام رأى أمورا محيرة أمورا لا يمكن السكوت عليها رآها من الخضر أولها أنه عندما ركب في السفينة سفينة حملتهما من شاطئ إلى شاطئ يعني أحسن أصحاب السفينة إليهما فنقلوهما فقام هو هذا الخضر فنقر السفينة في أسفلها وخرقها هذا أمر محير قال هرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا شيء يعني ما هو معقول يعني ما يقابل الإحسان الذي قدموه لنا بهذه الإساءة قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت هذه فاتت علي في هذه المرة لكن فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله الخضر فموسى لم يتحمل هذا وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فموسى عليه السلام استحيا استحيا مما قال أنكر عليه مرتين وهو وعده ألا يسأله عن شيء وأن لا ينكر عليه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني هذا وعد جازم وعد مؤكد فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما سألوا أهل القرية الضيافة فأبوا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه جدار متهاوي يكاد أن يسقط فقام إليه هذا الخضر وأصلحه وأعاده استغرب موسى عليه السلام يعني هؤلاء الذين أساءوا إلينا ولم يضيفونا وتصلح لهم جدارهم قال هذا فراق بيني وبينك والقصة معروفة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب لو صبر موسى لاتطلعنا على أشياء من غيب الله ومن علم الله أشياء كثيرة لكنه لم يصبر لاتطلعنا على أشياء من غيب الله ومن علم الله